أهلا بكم في قولة حلقات برنامج شباب مصر خلينا نبدأ بداية مشرقة ونتكلم عن النجاح ومن المعروف أن النجاح والطموح هم وجهان لعملة واحدة فمن يحصل على النجاح من طموحه فهو الفائس دائما ومن يمضي عليه الظهر وهو بلا طموح ولا نجاح فهو يموت بلا ذكرى علشان كده خلينا نتكلم عن شخصيات ونماذج نجحة وحققت نجحات كتير لكن قبل ما أبدأ برنامجي خليني أرحب بزميلي اللي هيشاركني الحوار أستاذ أحمد إزاي أهلا بك يا رهام إن شاء الله تبقى حلقة موفقة بإذن الله النهاردة احنا بنسعد بيكم في حلقة جديدة ونموذج مشرف من الشباب الواعي المثقف المستنير اللي دايما بنحاول نحن نحاورهم ونطلع بيهم باستفادة نطلع بيها بموضوع مهم نقدر أننا نستفيد منه من الحلقة دي خلنا نرحب بضيف حلقتنا النهاردة هو يعني رجل أعمال وله باع طويل في السفر في الخارج وقرر أنه ييجي مصر علشان يبنيها ويكمل مشروعاته هنا خلنا نرحب بالمهندس ياسر الظواهري ابني من أبناء مركز كفرصاء المحافظة الشرقية أهلا بيك يا باش مهندس نورتنا وأنا سعيد بيك النهاردة وأنا من زمان بحاول أن تظهر معانا أكتر من مرة لكن الظروف مش كها تسامحة فأنا برحب بيك ونورتنا نورتنا باش مهندس مبسطين جدا طبعا أن أنت معانا ونونة شرفت واجدك معانا النهاردة إن شاء الله تبقى حلقة حلوة نستفيد بالنهو والمشاهد كمان يقدر يستفيد من خلال حلقة الجميلة دي أنا عايز أول في البداية عشان برضو ما نتوهش المشاهد معانا من هو المهندس ياسر الظواهري كلمني عن بداياتك بدأت إزاي قررت تبني حياتك ومستقبلك إزاي شوف أنا بداياتي أنا أولا اسمي ياسر أحمد الظواهري تمام من قرية الصورة مركز كفرصار حضر الشرية بداية حياتي زائية بداية أي حال أي شاب طموحه في ناس شمالة طموحة صفار في ناس طموحة وظيفة في ناس طموحة آه دائما آه يعني أنت عارف أنا جاءت موضوع صفار يعني بداية حيات العملية كانت في صفار بر تمام بعد ما خلصت دراستك بعد ما خلصت دراستك وبيش وكله آه جاءت الفكرة من صديق ليه في السعودية فاقترح علينا أن أسافر فأنا قلت إيه فرصة أن أنا أروح وأخذ تجربة اللي طموح كل شاب اللي أنا كل واحد عايز أشوف إيه موضوع أن كل شاب بيتخرج من جامعة أو من دراسته فكرة أنه عايز أسافر يعني هو ما عندهش قلت ما أشوف أخذ التجربة دي فبالتالي بدأ معايا حتى يعني صديقي أصلا من أستاذ منصور علي هو بدأ معايا رحلة السفر من البداية من البداية لأنه هو اللي جاب لي التأشيرة وسفرت وعمل لي جهاز دورقي من هنا من مصر ولا من سفرت من هنا تمام آه هو صديقي من بلد جنبنا وبدأت حياتي بالفعل في العملية في السعودية طيب كلمنا بقى عن رحلة السفر الطويلة والغربة لا رحلة الغربة أنا شفت يعني أهمش أنا كل اللي سفر شاف أن الغربة نظرة مختلفة على ما سفرش الغربة الناس من فاكرة أن ما تسافر برة هنروح تجيب فلوس دي وفي طبيعة أي شاب أول ما بيخلص دراسك أه هو في الدماغ أنه هو يسافر أه في الدماغ أنه هو يسافر حيجيوح يجيب فلوسه بس ويجي وبالمناسبة عايزين نعرف هل ده صح ولا خطر خطر طبعا خطر يعني هناك إحنا بنشوف يعني تعب ده بالنسبة لللي عايز ينجح أه والنجاح في أي مكان يعني إذا كان في مصر أو إذا كان في في أي دولة برة لازم تتعب وإذا ما دعبتش مش هتنجح حضرك قلتلي سؤال قبل الحلقة وكانت لما سألتك السؤال ده كانت الإجابة بتاعتك مختصرة خالص قلتلي أنا قول لما قلتلك اللي عايز يشتغل وكده لازم يسافر برة بعد ما يخلص دراسك فأنت قلتلي لو الشباعة بعملوا ربع اللي بيعملوا برة هنا آه معاك أنا مظبور إحنا مشكلتنا إن إحنا ما بنسافر برة بنتعب يعني الشاب لوح يتعب بنسبة متين منية متين المية لو إحنا بس خمسة وعشرين في المية متعبوا برة نتعبوا هنا هتفر كتير طيب بما إنك داخل مادي ومعنوي بما إنك بقى خط تجربة السفر والحاجات دي هل إنت بتدعم تجربة السفر للشباب خصوصاً تجربة السفر أو حلم السفر ده أصبح حلم للشباب كلهم مجرد ما يتخرج عايز يسافر شوف أنا أقول لك الحاجة هي شغلة النهاردة عشان تقنع حد إن هو إنه مش الحل السفر السفر يعني محتاج معجزة لازم يروح يجرب ويتلطم ويشوف الدنيا بعينه وبنظرته وعشان خطر يعرف إنه هنا مختلف كل جزي لا بالعكس اللي عايز يعمل حاجة طموح لازم يكون على مراحل لازم يكون النهاردة مثلاً أنا راجل عايز أكون حاجة أنت هتشغل هنا هتشغل موظف عايز تشغل حر ابدأ من السلم مش عايز تفط يعني معلش من أول درجة صح نجاح بيبدأ بخطر الناس النهاردة كل واحد بيحلم للأسف باللي بيشوفه في التلفزيون واللي بيشوفه على الفيس هو عايزي بابا شوف معلش أمثلة الناس عملت دايماً بصد الأكبر من المستوى عالي بنظر للمستقبل أو الطموح بنظر المختلفة اللي هي ببصد أن عايز الكباربية رفاهية طب ما أنا عمالش أنت ممكن تركب ده كله بس فكر في اللي حيركبك فكر أنت هجيب دايز زي ولو ما تعيبش مش هادر يوصل للمكانة اللي هو عايزها نهاية زي اللي في الدراسة إذا ذكرتش مش هتنجح يعني هتنجح زي ما غير ما ذكرت بالغش نهاية معروفة طبعاً ليه قررت بقى يعني أنهي وقت بالزبط قررت أنك تخلص شغل في السعودية وتنزل مصر علشان تبني فيها مشروع كبير شوف أنا لما دخل لما سفرت وشوفت الوضع أنا عدت فترة ما نغشه وشوفت الوضع أثناءك فلاقيت أن أنا اتحطيت في مكان أكون أو لا أكون يعني أنا مبداي في حياتي كده إن أنا دخلت أعملت حاجة أكون أو لا أكون طبعاً احنا معنا نتصال ناخده وبعدين درجة نكمل بعد منصور من الشرقية منصور السلام عليكم في السعادة صورك كده والتزاعة متغبرة إزايك عامل إيه؟ الحمد لله بمدرح شرفتنا متابع من أول البرنامج ولا لسه داخل دلوقتي؟ طبعاً من أول البرنامج طبعاً عايز تقول إيه النهار ده معنا؟ والله أنا ده مثل حدودك الأول وعلى الأسدار أهام طبعاً البشموانتز ياسر من أور الدنيا أنا سهلاك البشموانتز ياسر على فكرة من انتي خصوتي محترمة جداً خبيبي الواحد بتعلم منها كثير كثير خالص يعني اتعلمت منه إيه؟ أنا عارف إنك قريب منه شوية منصور اتعلمت منه إيه؟ لا كثير جداً خضرودك بالنسبة مثلاً للشغل بتعلم ولسه أتعلم كثير لأن البشموانتز ياسر يعني منصور تقريباً مدير أعمالك اللي مسيك لك الشغل كله لا هو منصور ابن خاني يعني قريبك طبعاً ومسؤول هو عن المعرض وشغل هو فاجئنا النهاردة وقرر يعمل مداخلة عايز تقول ليه بايا منصور صغير صغير يعني اه فضل يا منصور والله هو أنا كنت بس اتصل بأولاً ببس عليك على أستاذ الرهام وبس كنت بضيف حاجة إنه منذ البشموانتز ياسر إنه بجد الواحد بيتعلم منه ولسه يتعلم تاني يعني لإنه بجد اللي تتصله ودام حضرتك دي علمتني كثير في حياتي اضافت لحياتي كثير جداً بجد كنت بس بشكره قدام الناس كلها بس على حبيبي بشكرك معيهم على غير الصراحة والناس اللي كنت تحت يديه كلها يعني كلها بتشكر في جامع دي حبيبي بشكرك شكراً جزينا منصور من الشرقية يعني أنه المدير أعمال المهندس ياسر الزواهري شرفتنا باتصالك ده رهام كنت عايزة تقولي حاجة كنت عايزة أقولي أن حضرتك يعني كادر شبابي مميز ومعروف هل فكرت في أنك تخود فكرة الانتخابات البرلمانية في الفترة القادمة؟ هو الانتخابات يعني اللي بخد التجربة دي هتعايز يخدم بلده ومش محتاج مكان عشو خاطر أو محتاج أن أنا أدخل مجد الشعب عشان أخدم أنا في يدي حاجة أن أنا أخدم بلد بأخدم أي حاجة يعني أنت ما تفكرش نهائي في خد التجربة دي خالص وصلت مع حضرك لسؤال كان مهم جداً بقولك ليه قررت أنك ترجع بلدك وتعمل فيها مشروع زي مول المتحف للمفرشات بالمناسبة يا جماعة يعني ياريت حضراتكم تجهزوا لنا كده الصور اللي بعتها لكم علشان نبدأ نعلق على صور ونشوف المؤسسة العريقة الجميلة في كفرسقر الشرقية اللي المهندس ياسر قرر أنه يطلع ويعمل حاجة ومشروع مميز يفيد ببلده فضل وشكراً بالمناسبة على المستوى الشخصي أنا ناس كتير كل ما يقابلني أي حاجة تكلموا عن حضرتك وعن الأعمال الخير اللي أنت بتقولها يا جماعة والله أنت رجل بمعنى الكلمة رجل خير مثل الشاب المكافح اللي عنده إصرار وعزيمة تفضل كامل وهنا بنهر الصور قدام حضرتكم عشان تبدأ تكلمنا بقى عن مشروعك الجميل والمؤسسة الجميلة اللي بدأت تعمل لها في كفرسقر دي بالنسبة للي عندي المعرض متقسم إلى عدي تقساب من ضمنها السجاد السجاد عندي تركي وعندي مصري ده كده اسم السجاد اللي عندك ده السجاد ده الدور ده تركي ومصري اللي عندك اه اتنين موجودين ده قسم الأنتيكات برضه في نفس المول طبعا التكميل يعني ده إيه واحدة واحدة يا شباب ده المفروشات ده قسم الملايات والأطفال ولحفة الأطفال اه طيب اللي بعده ده ده برضه المفروشات ده قسم الملايات اللي هي الكبيرة السر كبيرة اه في فرق بقى من المفروشات الملابس المفروشات العادية اللي هو مفروشات السرير مش عارفين كمان ده اه طبعا العروسة بتدخل تشكيل كامل اه وفي عندي حاجة كمان ان انا عندي مثلا الأسعار او الفئات جميعا واحدة اه ده اللي احنا عايزنا نتكلم اه اه مش محصورة انا في سعر معين او فئة معينة اللي بتتعامل معك انا عايز اوضح كمان لجمهورك بس فيه انا بعاني بعاني بالنسبة بنقصة ان عندي المعرض انا مش هتبتش تبعلي طبعا في بعض الناس احنا بتتخوف انها تدخل المعرض من الشكل الخارجي او منظر اه طبعا فيه باقي فيه ناس اللي بتدخل وتيجي تسعل على الأسعار يتتفاجئ اه يعني الأسعار ديت موجودة هنا في المعرض زي كده اه ارخص ما بتكون حتى اه متوقع اه اسم بالزبط وحتى المفروشات اه انواعها واشكالها ايه بالزبط يعني كلمنا بالتفاق بعدنا هنرجع ورا كمان صورتان يا شباب معلش اه هنا هنا اسم المفروشات تقولتلي فيه اكتر من من قسم المفروشات هنا ده ده الملايات للأطفال والحفة السرير والحفة للأطفال انا مقسمها تقسيم لازم اللي يختار يبقى عنده قرية الاختيار وما يتهش يعني مثلا النهاردة فيه اروسة عايزة لحفة أطفال فخلاص هي شايفة قدامها لحفة للأطفال جميع لحفة للأطفال قدامها مش مدمجش لتنين مع بعض عسلم التوشي بين ده وبين ده وتسهل بقى ده 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 موضح كل قسم فيه سهولة فيه كل قسم الواحد اللي بعده يا شباب ده ده السجاد ده السجاد السجاد عندك أنواعه ايه ده تركي وعند مصري وعند اللي هو المجسد بيبقى فيه فرق بين التركي والمصري والكلام ده كله يعني هل ليه عميل معين بييجي يقولك أنا عايز سجاد تركي أنا عايز سجاد مصري لا هو مش فيه لا 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 هو ما فيش موضوع الحيادية بأنني أنا مثلا عايز مصري أو تركي هو بيجي النهاردة اللي بيجي الخامة لا لا بتجي بتفرش بيشوف الأزواق والرسومات والألوان المناسبة للفرش بتاعها فهي بقى زي ما بتطلع ممكن يطلع مصري ممكن يطلع عدول هل السجاد مثلا والحاجات دي بيكون فيه ليها توكيل يعني أنت بتاخد توكيل مثلا أنا بأخذ آه أنا بجيب من موزع نفسه المستورد أو الوكيل طميم يعني عاست أن أنا أسهل برضو عملية اللي إيه اللي بيع والسعر آه طبعا لأن أنا ما بأخذ من مصدر نفسه غير أن أنا بأخذ من من أكتر من مصدر طيب نبدأ نقول كده واحدة واحدة معي حتى يا شباب أركام التلفرات معانا على الشاشة إيه يبقى مول المتحف للمفروشات للسجاد والمفروشات والمفروشات وعندي واخذ يعني برضو توضيع المراتب يانسن وينجليندر يانسن يانسن وينجليندر دي شركات مؤتمدة كبيرة آه طبعا دي الموجودين حاليا ولا لسه لا لا موجودين حاليا موجودة بس يانسن الأصلية لأن فيه حاليا دلوقتي في السوق مضروب لا أنا عندي الأصلي وعب دموان عشر سنين والوكيل موجود المصنع موجود يعني كمان ممكن نروحوله واحد يقولك إيه اللي يميز مول المتحف عن أي معرض تاني أشتري منه التمييز عندنا إن احنا اللي بيدخل بيلاقي جميع الألوان أو التشكيلة أو الرسومات أو كل اللي ممكن تخيله موجود أنا ما بسعى بسعى النهاردة لو حد مثلا دخل عندي اداني أي ملاحظة بشتغل عليها بس مش موجودة عندك لا ما أخدهاش أو بعديها لا ده أنا أخدها وبسجيلها عنده وباشغل عليها وأشوف إيه دايما الجديد واجبه طب فيه إمكانية مثلا الحاجزة عند حضرتك إن أنا مثلا أجي عايزة حاجات معينة وأحجزها عند حضرتك لو هي مش متوفرة أحجزها وإن أنت فيما بعد تجيبها وكده طبعا ربديها موعد بيها مش مبسهاش مصوحة ده موعد خلال تلات يام أو يمين تكون موجودة طب الحاجزة مع حضرتك بيكون طيب في مقابل مبلغ مالي ولا هي بتاحت جزنية عايزة الحاجزة لا لا على حسب الشخص الأدامي ومرضو فيه ناس ببجدين وفيه ناس حلم ببمش جدين يعني سواءل وخلاص آه ممكن يسألوا خلاص ويقولك طب بهتله وخدله لا يعني فيه جدية بس في النور طميم فيه شخصية عزيزة على الأستاذ الرهام عايزة تعمل معها مداخلة طبعا دكتورتنا الجميلة الدكتورة هنائل أحمدي قولي انت بقى استقبليها انت طبعا انا شاهدت فيك مجروحة لا لا مجروحة كذلك منورانا على الهون دكتورة هنائل أحمدي السلام عليكم عليكم السلام عليكم خليني بقى أديني فرصة أن أعرف الناس من الأستاذة والدكتورة هنائل أحمدي هي خبيرة التنمية البشرية والأرشاد الأسري والأرشاد الأسري ومن الشخصيات المحترمة النموذج المشرر فعلا إن شاء الله إلى أيام القادمة هيكون معانا حاجات كتير هنتكلم عنها وهي كمان هتكون معانا موجودة أهلا بك يا دكتور أهلا بحضرتك أستاذ رحمة مش هنبارك بقى لأستاذة ريهام عن البرنامج ولا هنسيبها كده إيه؟ مش هتبارك لأستاذة ريهام عن البرنامج أنا لسه هو والله عايز أخد فرصتي يا أستاذ رحمة اتفضل ألف مبروك وأنا سعيدة أن أنا سايفاك وقداني على الساسة أنت والأستاذ ريهام وماشاء الله أرباش مهندس ياسر منورين الدنيا ومنورين الساسة ربنا يحفظكم يا رب أنا بهني الأول للأستاذ ياسر على المول المتحف لأنه بجد فيه كل حاجة أنا سمع حضرتك بتقول إيه بيميز مول المتحف عن غيره بكل أمانة اشتريت منه قبل كده أه طبعا 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 هو ممكن أستاذ ياسر مايفتكرش شكلي بس أنا دخلت المول ومشتريت منه إيه رأيك في أسعاره أنا بقى أنا بقى لأقول لحضرتك إيه يميز مول المتحف عن غير اتفضل يميز مول المتحف عن غيره إن هتلاقي عنده كل المنتجات الغالية والرخيصة إنه قشات كلها الشغل الجميل الاتقبال الرائع ففي حاجات جميلة جدا في مول المتحف ويعني أتمنى إن الكل يروح ويزور المول وهيلاقي كل اللي هم عايزين يعني أستاذ ياسر ما بيتحكش علينا وكل أسعار موجودة فعلا لأ فعلا هتلاقي عنده الحاجة الرخيصة والحاجة الغالية كل حاجة متاحة والعرصة اللي تدخل عنده الستود ياسر هتشيك كل اللي هي عايزين عنده ومشتري حاجات من بل بالنسبة للخامة يا دكتورة ما أنا قلتلك فيه الغالية وفيه الرخيص فالخامة المضيفة الحلوة موجودة والخامة اللي هي يعني ونص نص برضو موجودة هي ومعندوش حاجة واحسة عسل نكون واضحية بشكر حضرك يا دكتورة وشرفينا دايما وفاجئينا بالاتصال على الهواء سعداء جدا باتصال وانا سعيدة جدا جدا والف مبروك على البرنامج الجميل ده وانسا الله دايما ننورين الله يبارك فيك ان شاء الله بشكر دكتورة هاناناقل أحمدي خبيرة التنمية البشرية والإرشاد الأسري احنا الوقت معنا يعني اقل من عشر دقيقة هنطلع فاصل نزيع فيه الاعلام بتاع مول المتحف ونشوف وبرده نفرقكو أكتر على مؤسسة مول المتحف ونرجع مع بعضتين انتظرونا بشرة سارة لكل عروسة أو ست بيت بتحلم بيوم فرحة وعوزة تفرش شائتها مول المتحف أكبر مول للمفرشات والسجاد والمراتب بكفر سقر أجود أنواع المراتب بكل المأسات أيوة بكل المأسات وأفخم أنواع السجاد والمفرشات مش كده وبس المتحف بيقدم لك خصومات رائعة على كل حاجة هتشتريها مول كبير للمفرشات في كل اللي بتحلم بيه أكتر أقسام كتير للمفرشات بمختلف أنواعها رسومات وأزواء هتحتار فيها قسم كبير للملايات السادة والمطرزة والرسومات وما نسي ناشي الأطفال عمل لكم قسم خاص للأطفال وقسم خاص للمفارش الهندية والتركية للسفرة والنيش قسم خاص لأشاء التحف والأباجورات يلا بسرعة زرونا في مول المتحف إدارة مستر ياسر الزوهري زرونا ونورونا ومفروشات شائتك كلها علينا موسيقى ورجعنا لحضراتكم مرة تانية ومكملين في شباب مصر والنموذج المشرف اللي معنا النهاردة المهندس ياسر الزوهري أحد رجال الأعمال في مصر ويصاحب مؤسسة مول المتحف للمفروشات أكيد طبعا إحنا سعداء طبعا بتوجد حضرتك معنا استكملنا الحديث حابين نعرف أكيد في رحلة الغربة قابلت شخصيات معينة أو طلعت بيهم طوال سنين الغربة دي كلمنا عن الشخصيات لحضرتك طلعت بيهم ما هو الغربة من ضمن الحاجات التي تظهر معادي من الناس يعني أنت تعريد تعرف الشخص يعني بالنسبة حنا يا شباب أو الناس تعرف الشخص على فيه برا صح بيبان بيبان أصل ومعدن وكل حاجة أنا من ضمن التلاك وقف جنبي صاحبي وصديقي منصور في موضوع السفر وبرضو وقف جنبي معايا برضو الأستاذ عماد العدوي أعتبر ابن خلتي وأخه المدام ده كان برا آه كان برا هو اللي دخلني الشغل هو اللي دخلني الشركة اللي اشتغلت فيها تمام وبديت حياة العملية اللي هم فضل علي وبدت حياة العملية زي زي أي واحد بس يعني أنا من الناس اللي كنت بحب شغلي يعني أنا بحب شغلية إن أنا بدلوا كل فكري ومجهودي وزهني آه كان طبعا بي آه كان لازم أتعب عشان خاطر إن أنا أوصل لهدف معين قدرت تثبت نفسك وتشتمل آه 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 يعني أنا في شغلي حتى لما دخلت الشركة اللي اشتغلت فيها برا أنا تقريبا كنت شبه إن أنا معاش أي حاجة في أي حاجة طبعا بس حطيت في رأسي أو حطيت في دماغي إن أنا أكون أو لا أكون لازم يكون حاجة في الشركة دي كان فيه هدف وعندك إضرار وعزيمة بس عشان خاطر وصلت له وصلت له ما ما وصلتش بصعوبة طبعا أنا كنت شغال في شركة سيلز والسيلز أرقام يعني أرقام بس يعني مش مجهود هي أرقام بس محتاجة تركيز محتاجة تركيز ومحتاجة تعب عشان خاطر تجيب الأرقام دي فالحمد لله من أقل حاجة كنت أنا تقريبا وصلت لأطبع من أعمالة الشركة لما جيت أمشي كنت بتقولي برضو في الفاصل أنا عايز أتكلم باستفادة أكتر عن موضوع السفري والرحلة والكفاح اللي أنا شفته إيه اللي عايز توضحه للمشاهد يستفيد منه برضو من الحلقة هو الكفاح أو الرحلة اللي أنا شفتها أو الفترة الغربة يعني أنا الفترة اللي فاتت أقنعتني إن لو أنا تعبت يعني ببصر الفترة اللي أنا أتقف في السعودية والتعب اللي أنا تعبت فيها لو تعبت 25% منه أو ربع اللي أنا تعبت في مصر كان زماني حاجة أحسن من كده كمان معنا ديئتين أعايزين بقى نقول كلمة للمشاهد يستفيد منها من خبرات المهندس ياسر الزوهر والله هي اللي بطبك تختلف بين شخص وآخر يعني هي العملية مش موضوع كل واحد عارف نفسه كل واحد عارف هو عايز إيه كل واحد عارف لازم يعيش الواقع يعني ما يوهمش يسه أنا مثلا أنا عايز إن أنا مثلا أكون رجل شاب من هذا طالع عايز يجوز وعايز يجيب عربية وعايز كذا وعايز وعايز ويعمل مشروعه وخلافه مش فكر أو مشكلة لا ده لازم على واقع أرضية واقع ابدأ فين أنت؟ صح اخت خطوة صح طب أكيد بقى خلال مشوارك الطويل ده أكيد فيه صعوبات وجهتك أو أعداء اللي بيسموهم أعداء النجاح ده طبيعي أستاذ يعني مش مهندس يسر فين من أعداء النجاح؟ ده أم مش موضوع أعداء النجاح يعني الحمد لله أحنا يعني آآ علاقتنا بالناس كويسة جدا ما بنخسرش حد بس طبعا شيء طبيعي لازم يكون في حد بيحقد عليك يعني في بيشوفك بتنجح لازم يكون في حد إن لم تجد لك لازم فعلا بقى كفاش طي بس والعكس يعني أنا عندي مثلا اللي هي صديق من مثلا المهندس محمد بدوي من الناس من النوادر اللي شفتها بره والناس اللي أنا بتشرف فيها إن أنا عرفتها كلمتني عليه قبل من أن أه نكلمتك عليه أكثر من مرة على فكرة أنا بتشرف به إنه مصري يعني ما بتشرفه بره أنا بتشرف به وهو من الشخصيات اللي هو يعني زي ما بتقول متربي وابن ناس علاقة به طبعا إحنا وصلت من زمالة لصداقة إحنا ندلين دوكتور أكثر من أخ طيب باشمهندس يسر الشخص أو الإنسان الناجح بيبقى دايما عنده تطلعات وأحلام إنه ما يقفش عند لمت معين دايما بيطمع في المزيد إيه تطلعاتك أو إيه أحلامك في الفترة اللي جاية تطلعات الفترة اللي جاية هيبقى فيه فروع على مستوى محافظة الشرائية يعني مثلا مركز المكبير مركز فقوس مركز الحسينية فيه إن شاء الله هيبقى في الفترة الجاية فيها فروع بنفس المعرض ونفس الإمكانيات ونفس المنتجات في مستوى المراكس طب إحنا بمناسبة إن إحنا دخلين على عيد الأم أكيد بقى مؤسسة مول المتحف كده هتعمل حاجة في عيد الأم ولا ما فيش حاجة هتقدمها لأ طبعا إحنا زي سنة اللي فاتت عملنا مهرجان في عيد الأم والسنة ده هتعمل مهرجان برضو بيتطور وفيه مفاجأة إن شاء الله فيه طبعا خصومات عالية وفيه هنعرف ولا مش هنعرف خليها مفاجأة إن شاء الله طيب تماما أنا بشكر حضاك بشمهندس ياسر بشكرك يا ريهام على الحلقة الجميلة دي شكرا إن شاء الله وعدنا أن تكون معنا في حلقات أخرى بإذن الله بشكركم مشاهدنا الكرام ويعني بالنسبة إن احنا نتكلم على النموذج المشارف أنا والنجاح والكلام ده كله بشكر المخرج الجميل اللي تعب معنا النهاردة علشان يبين لكم حلقة جميلة يعني تستفيدوا منها كلكم المخرج الأستاذ محمد عزت والأستاذ تامر عبد المجيد ومدير التسويق الجميل محمد الملكي عايزة تقول لي يا ريهام وأكيد طبعا أستاذ ياسر حبيب يشكر يعني أي حد برضو حضرتك لو عايزة تشكر حد ممكن تشكره أنا أهلا بشكر أهلي وبشكر بلدي طبعا الصورة لأن دولي بنسبة لي كل حياتي وطبعا زوجتي اللي وقفت معايا في بداية حياتي في الوربة ديلي الفضل الكبير والدعم الأكبر طبعا وبشكر أخويا اللي هو في مسابة والدي أضحامه الأستاذ أسامة وأخواتي طبعا بشكرك شكرا جزيلا أستاذ ياسر بشكرك يا ريهام أي حد يا جماعة عايز يظهر معنا في البرنامج يتصل على الرقم ده أو يهلن على البرنامج إن شاء الله معنا في البرنامج ده يتصل على الأرقام اللي ظهرها على الشاشة بشكركم واستنون في حلقة جديدة من شباب مصر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته